تحت شعار السياحة المستدامة تنمية وأعمار أقيم في محافظة السويداء احتفالية بيوم السياحة العالمي بمناسبة يوم البيئة العالمي وذلك برعاية وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة السويداء وفرع اتحاد شبيبة الثورة سنستمر يوم غدا في الاحتفال الرسمي مركزي على مسرح مديرية الثقافة بفعاليات فنية وتكريم بعض العاملين المميزين وبعض المؤسسات العالمية أيضا لدينا معارض فنية معارض نساء يعدنا الحياة هو معارض تدوير الأشياء القديمة من خلال مجموعة من الحرفيات طبعا وأيضا لدينا معارض فني تشكيلي أيضا هناك فعاليات أخرى في مزيتون في دومة في شهبة تضمنت الاحتفالية حملة نظافة في عدد من المدارس والحضائق كما وتضمنت فعاليات الاحتفال بيوم البيئة التي تستمر من السادس والعشرين من الشهر الجاري حتى الثلاثين من نفس الشهر أيضا فقرات فنية وثقافية في عدد من المدن والبلدات في السويداء ومعارض متنوعة تعبر عن أهمية السياحة كرافد اقتصادي نظرا لغنى المحافظات السورية بالمعالم والأوابد إضافة إلى الطبيعة الجغرافية التي تتمتع بها